مشروع حي الأصمرات هو مشروع للتفكير الشامل والعميق لكيفية التعامل مع العشوائيات بمعنى قبل كده يعني ما كانش فيه اهتمام بقضية العشوائيات وكان لما بيبقى فيه اهتمام بنقل بعض الناس اللي يعني لم تعود لديهم منازل أو تهدمت أو بيبقى التفكير في الحجر أكثر من البشر الوقت تعالوا نشوف ننقلهم فين في أي مكان أو لا مشروع الأصمرات هو مشروع متكامل بمعنى ان تعالوا نهتم بالبشر ونعمل مدينة متكاملة فيها كل ما تتخيلوا يعني فيها الملاعب نادي وفيها الحضائق لانك بتنقل ناس عاشوا في قبح لا زنب لهم فيه ما لهمش زنب هم ولدوا ونشأوا بالإضافة إلى تراكمات سنوات من الإهمال وعدم الاهتمام بهذه المناطق فبالتالي يعني عاشوا في مناطق فيها القبح اللي بيصدر الأمراض والمشاكل والحالة النفسية السيئة وكنا دايما نقول لا زنب لهم في هذه الحياة فلما بدأت الدولة تفكر في هذا المشروع العملاق انه كمان تعالوا لأ ننقلهم لمكان الاهم من المكان انه اعمل لهم حالة ولاء بالجمال واعمل منظومة شاملة منظومة حياة شاملة مش بس ان انا اقول له تعالى انا سأوجد لك سكنا بديلا لا حياة بديلة حياة افضل حياة صحية وحياة تتسم بالجمال والنظافة ومدارس وأندية ومستشفيات وكمان مركز شرطة علشان يبقى في حالة التأمين والنظام والانضباط يعني وهو مشروع نموذجي نقدمه للعالم في كيفية التعامل مع هذه القضية وهي قضية العشوائيات والناس طبعا كانت في حالة أفراح وليه لانه هم شعروا انه هذا الحي حي الاصمرات انا بنقله من ولاء لحي قبيح لزنب له فيه تولد فيه كده في ظل اهمال سنوات الى ولاء للجمال والنظافة والثقافة والتعليم وتعالوا كمان الناس حياتها تتطور لانه ملهمش زنب في الحياة اللي كانوا بيعيشوا فيها والنموذج هو زي ما احنا شايفينه هو نموذج يجب ان نتباهى ونفخر به والاهم يجب ان نحافظ عليه ونحافظ عليه بمعنى انه تحافظ عليه في كل شيء يعني بما فيها انه كمان ما تبقاش فيه عودة لأي حالة من حالات عدم الانضباط والناس للامانة الشديدة يعني حافظوا على مكانهم جيدا صحيح بتبقى فيه مجموعة من المتاعب اي حد حيبقى عنده متاعب لما تنقله من مكان ومن بيئة عاش فيها بين قصين دايما بقول لازم بلاهم فيها وده الحقيقة لم يكن منحة بدليل انه الرئيس السيسي دعا الجميع انا متذكر في حفل الافتتاح الى عدم تجرح الناس او جرحهم بفكرة انك انت بتقول لهم يعني ايه احنا عملنا لكوا لأ هم يستحقون ان ننقلهم الى حياة ادمية وكان حريصا الرئيس دائما ان يقول اوعوا تقولوا للناس ان احنا وكأننا قدمنا لهم منحة لا ده حق قصيد والدولة قامت بهذا الدور استنادا الى مسئوليتها واستنادا الى فكر حي الاصمرات هو بداية هذا التفكير هتلاقوا فيه احياء تانية قادمة للقضاء نهائيا على ظاهرة العشوائيات بكل سلبيتها فهنا الهدف الاساس ان احنا نحافظ على هذا المشروع صحيح هتلاقي البعض عنده متاعب وعنده مشاكل وعنده ازمات يمكن النظر اليها من خلال زي ما احنا بنعمل كده حتى يعني وما علمته انه انه فعلا فيه جهات بتتعامل مع بعض القضايا المعيشية اللي يمكن لاي حد في اي منطقة مش في الاصمرات بس ممكن يقولك والله انا مش قادر على السداد في هذه الان ويتم التعامل مع ده من خلال حالة الانضباط الشديدة اللي يجب ان يتسم بها هذا المشروع لكن انه يبقى البعض وانا واثق انه انه هتبقى فيه مجموعات كده قليلة جدا لان يمكن انها يعني تفكر في قضية طب ما تيجي نعمل اي مشكلة اه وتبقى المسائل متعلقة طبعا بالتزامات لان الحياة الحي بالانشاءات اللي تمت فيه بالاضافة الى ان الناس جائد بحقائبها وبين قصين تاني ده ليس منحة والدولة كانت حريصة على تأكيد الرئيس نفسه كان حريصا على تأكيد هذا المفهوم ده مش منحة ده حق اصيل للناس لانهم لهمش زنب فيه انهم ولدوا في هذه البيئة في ظل اهمال حكومات متعاقبة طيلة السنوات الماضية لكن الشعار يجب ان يكون تعالوا نحافظ على المشروع مهما كان فيه مشاكل فيه ازمات تعالوا نحاول حلها باشكال مختلفة طب ايه المشاكل والازمات اللي دعت او اللي دفعت قلة او مجموعة الى انها تبتدي عايزة تعمل حالة من البلبلة حول هذا المشروع خلونه اقدم مهندس حسن الغندور رئيس حي الاصمرات افهم منه طبيعة المشكلة مهندس حسن اهلا بيك اهلا بمعليك يا ورزيز اهلا بيك مهندس حسن ايه حي الاصمرات لسه كنت بتكلم انه بمثابة مشروع نموذجي متكامل نصدره حتى للعالم كله انه كيف تعاملت مصر مع قضية العشوائيات والحالة ماشية بانتظام شديد والناس حتى كانوا يتحدثون بحماسة شديد لكن يتم تصدير مشاهد لمجموعة قليلة انه عندهم شكاوة وانهم مش عايزين يدفعوا اه المستحقات والاقصات ما طبيعة هذه المشكلة والله حضرتك احنا من يوم الاربع اللي في عام 20 مرموعة من السيدات في حدود 70 او 80 سيدة ومعاهم بعض الاطفال يتعدوا 30 طفل واخدينهم معاهم عاملين يقولوا شعار مش هندفع مش هندفع الغتل ما توجهوا لنا واصلوا عند الحي فازدلت لهم ايه في ايه قالوا لا احنا مش هندفع اه ايجار مش هندفع ايجار ليه قالوا لا احنا انت قصولوا من بيوتنا واحنا كنا عاديين كويسين في بيوتنا يا جماعة انت كنت عاديين في اخطورة دهيمة اخطورة جيولوجية وده حقكم ان احنا نحافظ عليكم بجيبكم مكان زي ده حفاظا على الاربع قالوا لا احنا مش هندفع ايجار اه وده طيب ده مش طريقة ومش سوء للتعبير لان احنا الحمد لله وقلده احنا عايشين احنا بنقولهم احنا خدمين الطراب اللي بيدوسوا عليه فيما لا يحيد عن المنظومة يعني احنا مستين المدينة بشدة تحدود الخروج على المنظومة لكن احنا قاعدين معهم اربعة وعشرين ساعة متواجدين معهم فتحين لهم المكتب بنعدين لهم كل خدمتهم قلنا لهم كنتم ممكن تعدينوا الموضوع بطريقة قليق من كده ما يصحش بعد كل اللي عملية الدولة ليكم ان واحد يقف ويعمل كده النهاردة يا واقلبي احنا وقفين مع القرامل في بعض الجماعات فلايقات انا كنت اسأل حضرتك لو في الناس عندها مشاكل معيشية بتوصل بيها بعض الناس وده ممكن يحصل في اي مكان مش في الاسمرات بس احنا القرمان اقولنا شايلين القرامل بالكاف عندنا المؤسسة بنك فيصل عرضت علينا انها بتشيله مطلقات وزاو اللي احتجاته خاصة والمرضى والنهاردة اللي ما عندوش اي حاجة من دي وعنده ضعف مادة ما عندوش اي مجال لأكل لعيش بيتقدم للتضامن الاجتماعي اللي واقف عندنا المنظومة بصراحة ربنا ما فيش حد متأخر فيه خلاص يا وقلبي التضامن الاجتماعي بيعمله بحث اجتماعي وبيعفين من الاجار ودي حالات موجودة عندنا بالفعل وبيعمله مساعدات شهرية يعني كل ده بيتقدم طب ليه ما قدمتوش بدل العسلوب والطريقة دي ايه المقصب من العسلوب والطريقة النهاردة واقل بيه احنا مجموط وسط المجموعة السابعين والستستين رصدنا بعض الاشخاص احنا زي ما قلت لحضرتك فيما لا يحيد عن المنظومة النهاردة في واحد اجر شاقته ونمى الى علمنا انه هو تم تأجير الشق النهاردة اثبتنا ده بالفعل مع المراسق ومع الحي ونزلنا اثبتنا ان حالة رسمية يعني اجر شاقته وريجع تاني العشوائيات ولا ايه لا فان ما نعرفش راح فيني بقى معنى كده انه هو مش مستحف بالحالة طبعا اصلا انت هنا تجد له سكنا دائما علشان كمان القضية مش قضية ساكن زي ما كنت بقول في المقدمة يعني ده قضية حياة متكاملة في مجتمع بينشأ فيه يعني فما ينفعش طبعا انه يؤجر هذا المشروع اللي يعني واخد هذا الطابع هتبقى تاني يوم النهضة بالزبط وحنا المكاننا ما ينفعش ما ينفعش هوال بيه بعد خمس سنين نقوله عايزين ان العشوائية تانية لا طبعا هو قوامه حالة الانضباط والحفاظ على الجمال اللي احنا شايفينه احنا الحمد لله ربنا مقدرنا ان احنا محافظين عليهم وعند ناسة استعداد نقلل من الجهد ده فسحبنا الشقة خدنا قرار من نستاذ المحافظ وسمي سحب الشقة في شقة مثلا اثبتت ان هي عايزة تفتح زيازة اي مكان بتفتح بقالة ديه بقالة رصبنا الشقة وبالفعل مع المرافع وجمنا واخدنا الشقة واثبتنا الحالة وسحبنا الوحدة السكنية حولها السوبر ماركت يعني تمام عليه تمام عليه احنا النهاردة انا رصبنا من ضمن الحالات السبعين سبتين دول في واحدة ست اللي اتسحبت لانها الشقة عندها بنات اختها ستة كل واحدة واخدها شقة فدول عاملين يسيروا الناس يعني كل واحد عمل كده من ورامه بتاغى اه 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 لكن احنا يا وقل بيمش سايبينهم بنقول لهم اللي عندهم مش قادر يسد ديها يتفضل عن مكتب التضامل الاجتماعي يتمنوا بحث اجتماعي لا طبعا واحنا حتى زي ما انا هو بندعو يعني عاملين مشروع للتكافل المجتمعي والانساني والخيري للجميع يعني لو حد بيقول والله انا يعني نعجز عن استادات شهر واثنين وثلاثة كل اسبوع الناس بتتأكد من الحالات دي انما في ظل الحفاظ على المشروع يعني تمنى عليك احنا مهاردة بيقدموا تكافل وقرام احنا كل اسبوع بيجي كشف تكافل وقرام واناس حصلت ان تكافلوا قرام اه اه طيب هما الوقتي الاقصاد بقى كامل اللي هما بعض المحتاجين الان بيحتاجوا عليه بقولوا مش دفعين للقيمة الايجارية تلتوبيت جنيه لشقة متشطبة يوائل بيه سوبر لوكس فيها كل شيء فيها قدوة نوم فيها قدوة نوم اطفال فيها صفرة فيها انتريه فيها مطبخ متعلق جاهز فيها تلاجة عشرة ادم غسالة بتجهز بالانبوب بالخرطوم من منوظم بتاعه سخان بالخرطوم بالانبوب من منوظم بتاعته حتى ملاقي تلسي دي وكاس المخدات يوائل بيه اه اه واحنا كنا نقشنا ده حتى كنا جبنا الناس هنا في الستوديو ولما نقشناهم وحتى بعضهم قال اصل ال300 جنيه كتير فنقشناهم قلنا لهم يعني التجهيزات الشقة يعني كان يمكن هنا يعني الدولة قامت ايضا بتجهيزات الشقة بالكامل يعني وتنقشنا معهم والناس حتى كان عندهم يعني ملاحظات بسيطة وانتهت المشاكل في بدايات المشروع احنا كل يوم يا واقل بيه عندنا في الاسمارات الجديد الموضوع النصب اعين للرئاسة نفسها ايه المشروع اللي في مصر بتتبعوا رئاسة يوميا يعني ده هو مهم بالنسبة للرئاسة الجمهورية للسيد رئيس الوزر للسيد المحافظ للنائبة المحافظ كل الجهات الرسمية على قدم وصاق يوميا للجديد في الاسمارات النهاردة المركز طبي معليك بيعمل 24 ساعة تيكت جنيب العلاج بتاعه النهاردة مكتب صحة الاسمارات الموجود جميع اهالي المؤطم بيجوا الطعام وعندنا الراح الحجيج والعمرة لنظافة المكان ومستوى المكان الراقي النهاردة الخدمات اللي متقدمانهم الماركت الخدمة الوطنية عاملة حاجة تجعل رأسنا عمنا لهم هايبر عندنا بقالة المواد التومينية كلها اقل من بره 20% واقل ديه الاسمارات اللحوم التوزيجة دبيح اليوم ب85 جنيه واقل ديه السمك السمك بتانتاجه قوات المسلحة القوات المسلحة ب26 جنيه والله بره ما جوله المصدر في اي سوق بـ 40 جنيه لانه طبعا الدولة بتقدم هذا المشروع يعني حتى اهتمام الرئيس بنفسه بيه وبتقدر الاهالي وبتقدر الاهالي وبقول العينه كتير بيقفوا معهم الدولة وقفوا معهم في كل جيه وانا لسه بقولت اكيدا لكلامك الرئيس في حفل الافتتاح قال ليس منحة ووعوا تكلموا الناس على ان احنا بنعمل لهم يعني لكن لان هم يعني الناس عاشت في بيئة وفي ظروف صحية وحالة من القبح ما كانش لهم زنب فيها طيلة السنوات الماضية للأسف الشديد بسبب الحكومات المتعاقبة وايضا يعني ما كانش فيه التفكير بحل مشكلة العشوائيات بالمنظور الشامل بهذا الشكل نهارد الملاعب عليك يا وقل بيئة عندي سبع ملاعب لو تشوف الملاعب والولاد بيتضربوا 320 ولد من أبناء العصمرات همين بيتضربوا قراتيه يومين في الأزواء منظر يستجي الصدور وهم بيتضربوا قرط القدم حاجة جميلة يا وقل بيئة انا مش عارف انا باملي وعشمي ان محدش يحاول يشكك في المنظومة الجميلة اجمل منظومة عملية جميلة مصر عليك للمنحلة الثالثة معليك بضروم وارض 19 طدوار عشوائيات بفهم قطنصير ما شفنا كده فين يواقل بيئة فانا بدعوهم يحافظوا معنا على المكان لان ده مكانهم خلاص محدش لانهم منه تاني لا ان شاء الله انا اقول لثقة في ان القطاع الاوسع والاكبر من الاهالي اللي حافظوا على هذا المشروع يا جماعة لو فيه اي مشاكل هتنشأ وفيه مشاكل هتنشأ كثيرة لانه هو مش انا بنأكشن مجتمع مثلا الملائيكي بنسبة 100% هيبقى عندك اه مشاكل معيشية وحيبقى فيه عندك مشاكل لكن فيه وسائل مختلفة وانت قلت حداك انه انه فيه جمعيات انسانية وخيرية بالاضافة الى وزارة التضامن الاجتماعي بتشوف الحالات اللي يعني ربما تحتاج بالفعل انها تبقى فيه المعونات المعيشية والمادية المتعلقة بيها مش مهنز احنا عشانين فيهم خير ان شاء الله واقل بيه وهم شايفين ان احنا بنعمله معاهم ايه وده حقهم علينا يعني احنا عايزين بيبنا يا انا وقدرنا نعوضهم كل ساعة وكل دقيقة عاشوها في حياتهم السابقة ما كانش مزبوطة احنا بنعوضهم ونعوض اولادهم دلوقتي ان شاء الله هم كم السكان بالكامل كم حيل اصمارات بيش مهنز النهاردة معاليك وصلنا لعشر تلاف وربعمائة اسرة فاضل ربعمائة ستمائة اسرة ويبقى خلصنا اصمارات واحد واثنين تماما وهنبدأ ان شاء الله من اول شهر السابقة بعد افتتاح السيد الرئيس بإذن الله هنبدأ نسكن المرحلة الثالث طيب يعني طبعا واحنا دخلين في مرحلة ثالث وربعة وخمسة وستة بعد كده الانضباط والحفاظ على المكان في وسائل هنحاول المجتمع كله على فكرة هي قضية مجتمعية يعني زي ما الدولة تعاملت مع هذا المشروع بالمنظور الشامل كمان علينا جميعا ان احنا نهتم وانا شفت كان فيه هيئات مختلفة وفيه مؤسسات مختلفة وفيه جامعيات مختلفة بتذهب الى هناك وتحاول انها تتواصل مع الناس على اعتبار الناس كان عندها احساس ان ده مشروع مجتمع ومشروع دولة بالكامل يجب ان تكاتف جميعا من اجل انجاحي حتى تنجح كل المراحل القادم طيب المشكلة دي باشموندس خلاص حالك بتقول انها متعلقة بعدد قليل جدا ومحدود وعندهم اسبابهم اللي بعدها بيستند الى مخالفات تمت فبيتم تحريض البعض على ان يعني ايه مش دفعين يعني لكنها لا تتعلق بالقطاع الاكبر والاوسع من السكان لا يا خليم الحمد لله طيب انا بشكر حددك مشموندس الف شكر في كل احوال يا جماعة خلونا نشوف ازاي نتعامل جميعا مع مشروع هاي الاصمارات على انه بمثابة نموذج لحل قضية العشوائيات اللي هي لسه فيها مشاكل ضخمة يعني ده بدايات ومع المراحل المختلفة حتلاقوا هذه القضية بتنتهي بشكل نموذجي انك بتحل هذه المشكلة مش انك بتنقل الناس الى يعني خن وخلاص يعودوا فيه لا ده الى حياة بديلة الى سكن ملائم ومناسب يليق ادمي وكمان تتوفر فيه كل ما يتعلق بالحياة اللي يجب ان يعيشها الانسان يعني اللي فيها مكتبات فيها ثقافة اللي فيها اندية فيها الرياضة اللي فيها مستشفيات فيها علاج المدارس فيها تعليم شوارع نظيفة وكمان حالة انضباط اسم شرطة بيحافظ على الامن والامان في المكان ورش لتعليمهم بعض المهن كل ده ضعضية مجتمع يعني فهنا لا يجب المساس ابدا او محاول التاني اعادة اي بقعة سوداء البعض كده ممكن يقولك ايه يعني ما تيجو نعمل مشكلة يعني لا ده يعني فكرة انه يبقى فيه اعادة لأي بقعة سوداء او للقبح اللي خلاص الناس يعني الحمد لله انتقلوا من مناطق ما كانش لهم زنب زي ما بقول دايما في انهم عاشوا فيها لسنوات معاناة بقى صحية امراض انتشرت الحالة النفسية كمان القبح ده مش امراضه بس ولا حتقولي ده بيلاقي مجاري تحيط به لا ده بينعكس على الحياة بنعكسات نفسية سيئة فلما ننتقل الى المكان ده وده تاني وتالي ليس منحة الدولة قامت بهذا المشروع على اعتبار انه حق اصيل يستحقه الناس يعني طيب تعالوا بقى ان نحافظ عليه ولا نسمح ابدا باي محاولة لان يبقى فيه حد وانتوا عارفين يعني البرنامج نفسه دايما بينحزل الناس ومشاكلهم وتعالوا حتى لو شفنا مشاكل عند الناس كيف يمكن حلها للبعض اللي عنده مشكلة في اي مكان مش في الاصمرات بس يعني تعالوا ازاي نحلها باشكال مختلفة وبالتكافل المجتمعي لكن يعني فكرة كده تعالوا نعمل كرسي في القلوب او تعالوا ان احنا نحاول نشوف ازاي يمكن ان نسيء لهذا المشروع لا يعني واعتقد ان الاهالي كمان هما اللي مش هيسمحوا بذلك تعالوا قبل ما نكمل معاكم القضايا المختلفة هنطلع فاصل وحنكلمكم بعد الفاصل في بعض التحقيقات والتقرير وايضا عندنا قضايا متنوعة للمناقشة كلها بتتعلق بهموم المواطنين ترجمة نانسي قنقر